الاجراءات الجبائية لقانون مالية الفين واربعة وعشرين اهم الاحكام المخصة القانون المالية الفين واربعة وعشرين والمضامنة فيه مع السيد محمد صالح عياري مستشار الجبائي وستاذ جيمي عضو مجلس الوطني للجبائي اسباح النور مرحبا بيك شكرا قبولك دعوتنا لمصباح اسباح الخير واسباح الخير للسيدات والسيدة المستمعات والمستمعين شكرا لك شكرا قبولك دعوتنا حبينا تكون عن قراءة اولا فقط في الاجراءات الجبائية ثانيا فما البعض منها اللي ما صارش حديث عليهم ولكن مهمين جدا منسبة للمواطنين وللمؤسسات وفما اجراءات بتبعصة الحديث عليهم ولكن باش نحلوهم ونتعمقوا فيهم اكثر دي ما نسمع سيد محمد صارح عياري المؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلادنا في الفترة الاخيرة ويتشكيوا من التمويل شنوه فما اسمعنا وزيرة المالية قالت معنتها القانون المالية 2024 جاء باجراءات تهم وخط تمويل الاخيري تهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في هذا السياق شنوه اللي يفهمه لدعم تمويل مؤسسات الصغرى والمتوسطة شكرا باش نبدأوا ببعض الاجراءات اللي ماش معاقدة برشا هي في تار المعلومة بالنسبة للسيدات والسيدة المستمعين نجموا نأكدوا في مرحلة أولى الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2024 نص على احداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد صندوق الوطني للتشغيل لفائدة البعثين من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وبالتالي هذه فرصة باش الوخيانة ذوما ينجموا يتحصلوا على قروض دون فائدة لا يتجاوز مبلغ القرض الواحد حوالي 10 مليون دينار ويعد التصرف لهذا خط التمويل الى البنك التونسي للتضعب اللي هي البي تي اس اثنين نجموا تونا نرجع وزاد الامتيازات أخرى بالنسبة للمشاريع والفيات الضعيفة والمواسات الصغرى المتوسطة باش نمشو بتدرج الفصل 21 من قانون المالية برشا يسمعوا فينا طوى ممكن وقاعدين يشربوا في القهوة متاحهم ولا يعملوا في كاستاي يشربوا في شيء او القهوة وهوني فما ممكن حاجة ما لفتتش لانتي به فما حاجة تم القهوة والتي ايه بتبع وشفت المدة الاخيرة ارتفاع من القهوة والشيء والندرة كذلك ما عايش موجودين في السوق حتى اليوم كتمشي القهوة فم مشكلة كبيرة للتزود بمادتي القهوة والشيء جاء المشرع في طرقانون المالية باعتبار المواد هذه مستوردة اساسا من قبل ديوان التونسي للتجارة من الناحية الجبائية نعرف واحنا ديما معناها الجبائية هي عنصر من العناصر يتنجم معناها تضغط بهم على الكلفة وتم معناها احداث توقيف العمل بالاداء على القيم المضافة معناها المادتين هذين موردتين سوف لن يتحملها ابتداء من غرد جام في الفين وارب وعشرين الاداء على القيم المضافة مما انشأني هي ان يساعد اكثر على التحكم في كلفة الشيء والقهوة وقت اللي يورد وقت اللي يورد بتبيعه يوحد توفي السوق المحلية هذة هو توالاشكال دي مزادي المطروح مذابينة اكل المضاربين والمحتكرين نحاولوا ننقصوا اكثر ما يمكن بش على اقل كي نقصنا من الكلفة في متل اداء على القيم المضافة توصل القهوة بالشيء للسيدة المواطنين وسيدية المواطنين على قل بثمن معقول ومقبول احنا بش نحاولوا نتعمقوا زادة اكثر تقنيا مع اهالي المهنن والمعنيين بالفصول اللي بش نحكيو عاليوم اليوم معك مثلا مش رحاولوا نحكيو مع القهوة كيفاش يصير لو سيحكي القهوة كيفاش تدخل كيفاش تتشريخ حتى اليوم مواديوين التواصل للتجارة ثم بعد تحكي طولة محتكرين دونك غيرما بعض القهوة كيفاش تعدى من غادي حتى لين واحد يشربها في دارو ولا يشربها في المقهة وغيرو معناها المشكلة في التوزيع اليوم نعرفوا اللي موزعين الكبار ولكن بعد وقت تبدأ تتفقد القهوة شوية يدخلوا كالوسطى والكيلو اللي كان قرابت في وقت ملوقات قرابت خمسة عشرين دينار اليوم سيفة رسمية حوالي عشرين دينار ومعن طريق الوسطى يصل حتى لثلاثين دينار هذا الاشكال الكبير هذاك عليش نلاحظوا ارتفاع من هالاسعار لدى المقاهي باعتبار اللي اقتناء القهوة خاصة القهوة ارتفعت الاسعار متاحة سيفة اليوم معاتش نخدمه بالتفياء بسيفة مؤقتة لا ماشي مؤقتة صحيح قرر لا بسيفة نهائية توقيف العمل عند توريد الشيء والقهوة لا تطبق على هاتين المادتين لا يطبق عليهم الأداء على القيمة الملقى في قانون المالية الفين واربع عشرين فما اجرائتهم التونسيين المقيمين بالخرج وهو كذلك اذاك عليش الفكرة عمناها نمشو بالتدرج الفصل عشرين مكنش موجود الفصل هدايا في اطار مشروع قانون المالية اللي تم عرضه في مرحلة اولى على انظار مجلس نواب الشعب ولكن تمت اضافة هذا الفصل في مستوى لجنة المالية والميزانية بالنسبة لو خياننا في المقيمين بالخارج ميحبوش برشاهم الجالية التونسية بالخارج ولا عندهم الامكانية كل عشرة سنوات توريد سيارة او دراجة نارية او كذلك سيارة ذات الاستعمال المهنية معنا هي صالحة لاحداث مشروع بما في ذلك السيارات لكل المسالك نسميهم بتوتيرا وبالتالي الامكانية هذه اصبحت واردة لو خيان معناها في الخارج عند توريد دراجة نارية او سيارة سياحية اللي نستعملها معناها احنا كاشخاص وإلا سيارة اللي عندها سبغة مهنية بما في ذلك كل المسالك تمشي تدخل الصحراء تمشي للجبل الى غير ذلك ينجم يعمل مشروع سياحي ينجم يعمل مشروع في منطقة داخلية الى غير ذلك وبالتالي بهذه الطريقة اصبح لهم الحق كل عشرة سنوات الانتفاع بهذا الامتياز وقت اللي كان قبل مرة واحدة فحيته عنده مرة باركة نجم يجيب سيارة دون دفع المعليم الديوانية ولكن هذا بش يطبق لازم امر يخرج اه وهو كذلك مازال فهميش امر خطر فما بعض التساؤلات الحقيقة ساروا با نجم نعتيه دي ما بسطة احنا بعض التوضيحات بصفة عامة ولكن الامر هو الذي سيضبط بصفة مدققة كل الترتيب والاجراءات العملية للحصول على هذا الامتياز دي غوني في النقطة هذية مانيش بش نتعب من مقترح يظهر لي نجم يكون عنده جدوى زادة عندي سنين نحكي عليه اللي هو عليش ما يوليش حق كل تونسي مقيم في تونس او خارج تونس على الأقل مرة في حياته عنده الحق يقتني سيارة بدون كل اداءات الكبيرة معنى نفس اللوجيك متاع الدعم وغيره معنى شخص في حاله انه بشيشري اربع خمسة سيارات يبدى عنده في الدار معنى تزوز ثلاثة اربع كراهب ويفما شكون نشوفوه معنى ممكن في حياته يكسب كرابة واحده بالحق خاطر ما عندهوش النقل الى خريه وكل دونك سيبا ان لوكس كالسيارة ديك فعليش يشريها بكسار الغالي لينس كل قادة تتشكى منهم على خاطر الراه برشا اداءات دونك اذي مقترح ديما منحيص نقترحه للا اسمعتك قبل سيو اسيم واذا مقترح مشروع ولكن حب نقول لك حاجه احنا في اتفاقية الشراكة معنى الاتحاد الاوروبي في جويلة 95 كنا قلنا اكلي معنى حذفك المعاليمة الديوانية ولكن كيجيني شوفو في المعدات نلقوه سيارات بدلنا القانون بش السيارات معنش تاخذ عليهم سيارات ساحية ما تخذعش للمعاليمة الديوانية تاخذ المعلومة على الاستهلاك والاداة على القيمة المضافة وغيرناها باش تولي خاضع المعلومة الاستلاك لاجتناب حذفك المعليم الديوني اللي كلفة متاحة كبيرة لميزانية الدولة وبالتالي انا اكد لك ان تفرهد لامورة متاعنا من ناحية الاقتصادية وتولي تونس معناها تاخو شو تلبس بيه في النمو ممكن الفكرة متاعك تتحق في يوم من الايام وختولي فم مداخيل كافية لتمويل موارد ميزانية الدولة بلا سمحني نرجع بك التالي شوي القهوة والتايك نحيو التذيع عليهم قديش الموقع جانية بين ذفرين لا ما عنديش خطر النجم ونرجع الاداعة القيم وضافة ممكن المصالح في ادارة الاداة عندها بالتفصيل حسب النشاط عندهم بعض المعلومات حسب النشاط ينجم ويرجع وينجم ويثبتوا التأثير متاح اما ما نتوارج حاجة كبيرة كما السيارات هذا هو الفرق الكبير السيارات ما بيلغ كبيرة هروا توصري ثلاثة مئة في المئة من قيمة السيارة في بعض الحالات ديغ برشة يقولوا معناتها احنا ناخذوا اكثر برشة من اللي يخممها وصممها وصنعها والخدمة الكلية صارت وراه نجي وحنا نجيس نحطه ايه معلوم الاستهلاك اليوم وخاصة لدي على القيمة المضافة ذو من الاثنين الي هم يدخلوا في كلفة السيارة الي اليوم ميزانية الدولة في حاجة اكيدة لمداخيل جبائية ايضافية خاصة من النوع ديه الفلاحين وصغار الفلاحين بالتحديد الفلاحين تعرف موضوع العلفة خلال السنوات الاخيرة معناها هناك اشكال كبير في مستوى الاعلاف وتعرف نسمعوا في الفلاحين وبدوا يبيعوا في الابقار متاعهم وجارتنا الجزائر وهذا موجود باعتبار الي كلفة الاعلاف واللي تبهضة جدا والفلاح معادش قادر لاقتناء الاعلاف انتي كتقول تربية الابقار بدون اعلاف معناها بتنجيل مش تحقق الهدفة متاعك هذاك عليش كيفكي في نفس الايطار جال مشرع في الفصل 27 من قانون المالي سنة 2024 واقرأ الاعفاء من المعالمة الديوانية وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة على مادة السلاجة ديه عند التوريد والجورت متاعنا لي في تونس بتباع ذاك موجود في السوق المحلية تم اقرار كذلك توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للجورت وبالتالي نقول ولو هي اجراءات معناها مايش تكون عنده تأثير كبير برشا اما تعاون على اقل في تخفيض كلفة الاعلاف عند التوريد او عند اقتناها من السوق المحلية وبنسبة للصغار الفلاحين والموسين ده امتاحهم الدولة باش تتكفل الدولة بالفرق بين نسبة الموظفة على القروض الموسمية ومعدل نسبة الفرق هذا الفصل خمسة وعشرين من قانون المالية هو عملناها عمناول في قانون المالية ثلاثة وعشرين معناها الدولة مايش تسمى تنفيه نسب الفايدة يبدأ فيما النسبة اللي موجودة في السوق الموظفة على القروض الموسمية والفرق بينه وبين معدل نسبة الفايدة النقدية اكا الفرق ما بيناتهم الدولة تاخد على عطقها ثلاثة نقاط وبالتالي كان نسبة القرض باش تكون في حدود حداش في المية الدولة تاخد ثلاثة في المية على عطقها وما يبقاو كان ثمانية في المية بالنسبة لصغار الفلاحين والمشرع اكد بالنسبة لقطاع زراعة الحبوب الهنين نحكيو على زراعة الكبرى باش نوفروا خاصة الحبوب للتوينسة باعتبار اللي توريد الحبوب ولاحظناها بعد حرب بروسيا واوكرانيا ارتفعت الاسعار وكل فاولات باهذا بالنسبة لميزانية الدولة دونك هده يا موسين ده صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب وصغار الفلاحين صغار الفلاحين وزراعات الكبرى هوني لازم ان نقولوا معناتها شو معناها زغار الفلاحين كماندي في نيسا لا لا في وزارة الفلاح ومعنا احنا كالسير دياء ذاكا مندوبيات الجهوية في كل الولايات يعرفوهم بالتدقيق معناها فيهم شروط معينة ميفوتوش معناها حتى في القرض ميفوتش مبالغ محدة الى غير ذلك وبالتالي من الناحية التقنية والقانونية يعرفوهم صغار الفلاحين جباية الموظفة على بعض المواد العرفية الفصل 27 كنت تكلمت عليها من قبيريكا شوية نرجعو من وين بدينا المشوار متاعنا ولكن كانت تسمح نمشيه بفصل قسير ثواني فقط ونرجعو مرة اخرى مع دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسط وفايت كونوا مع تماشين بالفصل يعني من الفصل تاوى 25 مش تعديه الفصل 27 ثم تاوى بشبشيه الفصل 29 فصل راجعينا معك فما اجراءات راولي اول مرة منكم بتحكي عليهم وانتو كانت تدقيق فيهم وراوي يهموا المؤسسات ويهموا المواطنين الكل انا بغتين بعد شوية مع ضيفنا اليوم اسم بغضيفكم سيد محمد صلح اياري 100% فوت بغ بلوس دينفو كلمون على ثمانين مية سفر اثناش مواصلين في بنامشكم نحكيو على اهم الاحكام المضامنة بقانون المالية لسنة 2024 مع سيد محمد صلح اياري مستشار جيباية استاذ جاني عضو مجلس الوطني للجيباية كنت لقنا قبريكا سيد محمد صلح اياري يحكينا على دعم تمويل مشاريع للفئات الضعيفة يحكينا على خط التمويل 20 مليون دينار وحكينا سيد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10.000 دينار للقرض الواحد باش نرشعه مرة اخرى مع دعم تمويل مؤسسات صغرى والمتوسطة الدعم هذي خلنا نتعمق فيه اكتر تعرف اللي ديما المؤسسات الصغرى والمتوسطة رجال ونساء الاقتصاد يؤكدون دائما تمثل حوالي 90% من نسيج الاقتصاد وبالتالي عندهم اهمية كبيرة اش قعد ديما كيفية التمويل خط الاشكال الكبيرة متاحهم لقدر التمويل للقيام بالمشاريع متاحهم جاء القانون المالية لسنة 2024 ونحقيقة فهمها الجرالات السابقة زادة في القوانين المالية السابقة احدثها خطي التمويل يخصصاني لإسناد قروض للمؤسسات صغرى والمتوسطة بمبلغ 20 مليون دينار تقسم على جزئين لول 10 مليون دينار على موارد السندوق الوطني للتشغيل والثاني كيف كيف خط تمويل ب10 مليون دينار على موارد صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبالطريقة هذية انا راني ديما في المداخلات المتاعي فما نقول برب شنو هذا مع 10 مليون دينار تتقال ديما نسمح نقول انا رو على قدر الاهل العزمي تأتي العزائمه هذه كلمكانيات اليوم اللي موجودة نحاول وقدر المستطاع مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة انا نقول كيفما خط تمويل ب20 مليون دينار خير من بليش وغضو ان شاء الله كانت تتفرهد لامور وتتحسن ميزانية الدولة المجمور رفعه في المبالغ متاع خطوط التمويل وغضو كبير من الـ PME وغضو كبير من الـ PME وغضو كبير من الـ PME اليوم رو فما عنا خد قلت 90% وغضو كبير منهم رو تلقى عندهم سلائر ولا تلقى عندهم صغر معنا اليوم تعطي خمسة من الخمسة الف دينار انتي تعاونه على قل بشي اللي بدء للمشروع بتاعه 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني التشغيل 10 مليون دينار على موارد صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة على أرض الواقع سيمو حمد صراحة ياري كان نرجع بك مرة أخرى شوية لتالي اللي تكلمت عليهم ثلاثة نقاط على أرض الواقع يتحصلوا عليهم قاعدي انو كيفاش تحصلوا عليهم ولا نرجعوا للفلوس هذو ما كيفاش خد نسموا برشا بيدي يقول لك ما رينهمش ما شوفناهمش بعد اللغة دي احنا ما نحب ويش شو معناها ما تفهم خطر بخفوات تلقى عبد كانت جيت بربش معاه وتس تقام عمل شغيل ولا مشي دق بيب بركة قالوا لهم فماش مشي روح الدار وقعدي يقول ما فهم شي عم كيم خصص درجة للحكيم تقول انت مؤسسات صغرى ومتوسطة احنا عنا بنك معناها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والخط التمويل هذا يتوضع على ذمته اذا كان تمشي بالتصلبية وحسب بالقانون والمبلغ هذا يزم ويقع صرفه خلال سنة 2014 سيجي يمشي يقولك لا ما عندي يقوله هوك القانون وخصص معناها المبلغ وتم ضبط خط التأمويل لغير ذلك وبالتالي تقعد بالناحية التطبيقية والعملية ممكن الناس تنقصهم المعلومة ما تحصلوش على المعلومة الكافية ما عندهمش مثلا بعض الوثائق الضرورية خط بيش تمشي انت اسلام عليكم ها تعطيني قرض ونمشي على روحي يزمك تثبت لانت بيش تعمل مشروعي لغير ذلك وتثبت مؤسسة صغرى ومتوسطة ثم بعض الشروط اللي نعتبرها عادية ولكن من ناحية القانونية البحثة اذا تم تنصيص على مثل هذه الاجراء فبصفة آلية يجب تطبيقه وتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من القروض المرجوة وقبلك في المسانة الصغرى للفلاحين في قطاع زراعات الحبوب البونيفيكاشون ما تغيير المو ما تيمشي البانكا متاع ساعة ساعة نسمع ويقول لك بنكيجي قال لي مفماش منهم في بيليش ومعنديش كان يقولوا له مفماش يمشي وزارة المالية هما في كل حالات تحت إشراف وزارة المالية البنوك وزارة المالية اللي في قانون المالية اللي أقرت هذا المبنى والدولة هي اللي بيشتخوا علىها تقها تحمل ثلاثة نقاط نحكيو عليها بالتالي أي إشكال يتوجه المصالح المالية ويقول له من مشيت البنك الفلاني وهو أشقالي والدجارب سيبقى في هذا السياق سي محمد صلح هل كالدولة أخذتهم غيالما معنا عتقها تنفيذ نسب الفائدة من مجلة تجيع الاستثمارات وذي حاجة أنا عجتها من عام 93 ونعرف اللي يرىوا تنفيذ نسب الفائدة كانوا الصغار معناها الباعثين وكانوا بالنسبة للسياحة في بعض الحالات معناه هذوم الكل تم تطبيقهم والأشخاص المعنيين بالأمر انتفعوا فعليا بتنفيذ نسب الفائدة اللي الدولة أخذتها على عتقها تحملك ثلاثة نقاط اللي نحكي عنها في القانون واضح بالنسبة لل نواصلوا مع إعفاء المؤسسات جديدة لأحداث لمدة أربعة سنوات هذي الفصل 33 هذي الفصل 33 اللي هو كان من اللول فصل 27 قانون المالي هذي توا بش نتعمقوا فيه شوية والناس اللي يسمعوا فينا مهتمين به الفصل هذي خاطر قانون المالي اللي سنة 2018 الفصل 13 منه أسندا نفس الامتياز الأعفاء لمدة أربعة سنوات من الضريبة على الداخل ومن الضريبة على الشركات معنى أشخاص طبيعين ولا أشخاص معنوية ولكن الشروط اللي جيت في الفصل 13 خطت نفسها اللي مش نقولوه يتعاود توا في الفصل 33 إنهم المؤسسات التي لا يمكنها الانتفاع بمثل هذا الأعفاء والحاجة سعفة ما أنشتة حنا نعرفها دم التجارية والاستهلاك عن عائل المكان والطاقة والمشغل وشبكة الاتسال أذم الكل وبعث العقاري أذم الكل غير معنيين بقيت الأنشتة الكل معنية بهذا الامتياز ولكن هناك شروط شنوه ما يلزمش المؤسسة تتوقف عن النشاط هذي الشرط الأول الشرط الثاني ما يلزمش تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو عن طريق الإحالة تكون مؤسسة موجودة وتم إحالتها المؤسسة أخرى لماذا؟ خلت يقولك المشرع هذوم ما همش مؤسسات جديدة للأحداث خلت المشرع يحب بعض مؤسسات جديدة ابتداء من غرجان في 2024 كما عملنا غرجان في 2018 لحقيقة الفصل 13 قانون 2018 لم ينص على أن الأجراء الذين يعملون في شركة معينة في مؤسسة معينة ويقدموا استقالتهم للانتصاب لحسابهم الخاص لا ينتفعون بهذا الامتياز ولكنها تقالت في مذكرة عامة معناها تقالت في مستوى الفقه الإداري ولكن وقت تمشينا بالتباع للدوائر الجبائية المختصة وتم التعمق في الفصل 13 قانون مالية 2018 تبين أنه لم يقع استثناء الأشخاص الذين كانوا يعملون كأجراء وقدموا استقالتهم وانتصبوا لحسابهم الخاص وبالتالي تم تمكينهم في مستوى القضاء من الامتياز المتعلق بالأعفاء لمدة أربع سنوات قانون مالية لسنة 2024 نفس الموضوع كان في مستوى مذكرة إدارية تم إدراجه في مرحلة أولى ضمن الفصل 27 اللي تأول الفصل 33 وتمت مناقشة هذا الأمر في مستوى مجلس نواب الشعب بصفة مدقة وتم التوصل إلى الحل التالي معناها إذا كان أشخاص يكونوا موظفين وقدموا استقالتهم هؤلاء أنا نعرف مبارش هسألوني ويتبعوا في النقطة هذه هروا ولا عندهم الحق للانتفاع بالأعفاء الجبائي شقال القانون إلا من ذوي القربة تلقاها القارين ولا الأبناء أنت الزوجة تبدأ في المؤسس وتقول يا ري قدم استقالتها تنجم تكون فمانية بش تمشي تحدث مؤسسة جديدة لانتفاع خصيصا بهذا الامتياز وفي مرحلة ثانية يمكن خلق المؤسسة غلق المؤسسة الأولى وبالتالي جاء المشارع أربط قال إذا كان يبدأ يكون مسؤول في مؤسسة يكون وكيل مثلا في المؤسسة وإلا يتكون زوجة صاحب المؤسسة القارين وإلا واحد من الأبناء متاعه هذا ما تم استثناءهم بصراحة العبارة أما البقية الكل موظف كان يخدم في شركة بصفة عادية وكان معناه يقبض أجر محدد إذا كان قدم الاستقالة متاعه رأوا له الحق في الانتفاع بالأعفاء لمدة أربع سنوات وذلك خلال سنتي ألفين واربع وعشرين والفين وخمسة وعشرين ولكن هوني لأسوء الشركة الأولى تحكي على اللي كان عنده منتفعين بالأفانتاج على أربع سنين يأسس الشركة في نشاط آخر معناتها عنده الحق ولا لا ما عندهش الحق هذه مؤسسات جديدة لأحداث إذا موحد أول مرة يعمل المؤسس حنا حبينا نعاونه الناس أول مرة اللي ما كانش عندهم ممكانيات وأول مرة بشي يعمل المؤسس وتعرف دي مزل البداية نشاطة جديدة مش أنه الشركة جديدة أنه وفاة الباعث ما عندهش الحق هذه اللي بشي يعمل المؤسس أول مرة بشي نشجعوه وينتفع بالامتياز بتاع الأحداث الشركة هذية اللي كما شجعناهم سنة تلفين وثمونتاش وفما قبل كبير خطر ملول كان سنتين ثمونتاش وثمونتاش وتسعتاش زدناهم الفين وعشرين وانا نذكر أواخر الفين وعشرين في ديسمبر صف كبير لديه وكالة النوض بالصناعة والتجديد وما خلتوش بشي يكملونهم الإجراءات قالوا باهي اللي أودع التصريح وخذها وصل في ذلك ولو ما تتمش إتمام الإجراءات بتاعك البتين دولارانيو إلى غير ذلك يعتبر قد أودع التصريح ويمكنه الانتفاع بالأعفاء المقرر آنذاك خطر زدنا عشرين سيفة خاصة وقتها وانتهى الموضوع اليوم رجعنا من جديد وين الحقيقة في عوضو مجلس الوطن الجيباية ثمنت هذا الإجراء عليش خاطر يعطي دفع إضافي فما رأوا نس معنا في بعض الأخيين في الأعلام تب ربيع فيها أربعة سنوات وأربعة سنوات يحقق أرباح إتقال للكلمة ذا أنا قلت لهم فما ليحقق أرباح حتى من السنة الأولى بزين ماشي يكونوا عدميين لما يحققش أرباح ينجي من السنة أولي حق أرباح وينجي من حق أرباح كبيرة الثانية والثالثة والرابعة وبش يقف على سقيه من لول الأعفاء هذك بش يعاونوا برش خطي يدفع لذريبة على الدخل لذريبة على الشركات وبعد بتبيع ينطلق على روحه بعد أربعة سنوات وبالتالي أنا قناعتي راسخة اللي إلا فيها ذا يعاون برشة خستن صغار كالمستغلين والبعثين الشبان هو شكون اللي بش يدخل أجير في مرحلة أولى عامين ثلاثة وبعد ينتصب لحي يساوي الخاص مطلقه خريج جديد من الجامعة ما عندوش إمكانيات بش يعمل مؤسمتها ويمشي يخدم في مرحلة أولى منه ياخد تجربة وياخد فكرة على طبيعة النشاط ممكن لبعد هو بش يقوم به وفي مرحلة ثانية تكونت له التجربة معينة يخذها زادك شهرية تعاونوا شوية للقيام ببعض الإجراءات الأولية وتزيدوا أعفال يموت أربعة سنوات الحقيقة هذا ما يعطيه دفع كبير لأحداث مؤسسات جديدة واضح اليوم لو كان الموظف ذاك يستقيل من شركة ويبعث شركة جديدة الشركة جديدة ينجم عرفته ولا عرفه السابق يكون شركة معاه بو هو الموضوع عذاي ما ترحش بو عذاي يترح بنجم أنا توهك وفكر بيصوت عالي معنا نجم ما جوبك ما هيش مستبعدة معنا أنا كنت نخدم في شركة وقدمت استيقالتي وانت صبت لحسابي الخاص في كشركة ولوج على شركة معايا ولا مساهمين كنت بدأ شركة خفية الاسم ولا ذات مسؤولية محدودة شنو اليمنع اللي كان معايا يقبل في شركة ويهد بشي ساهم معايا في شركة متاعي هذيك معناها موارد مالية يتم ضخفها في رأس مالي شركة مو تجم تقول لك المنتفع سابقا بالأفونتاج 4 سنين حاب ينتفع بطريقة أخرى خرج زعم عبد من اللي كان يخدم معاه واستثمر معاه نخمم معاك مناش لا لا من الجمش ختساحب المؤسس هو اللي كان أجير وتقدم استقالته هو بعث المؤسس باسمه ولكن الأخر كشريك عنده نسبة معاينة في رأس المال هذي محبذة من ناحية القانونية هني قلت لك شفت الأسئلة ذوما ما تمش ترحم الحقيقة حتى في المذكرة الإدارية لم يتترق ممكن في المذكرة العامة الجديدة وانا نحضر في المذكرة العامة ممكن سأوثير بعض النقاط من هذا النوع ولكن من ناحية العملية ما يمنعش بشو واحد يشارك في رأس المال الشركة خطره ساهم في رأس المال وعاون هو بالأفانتاج ولا ليه ما هذي متعامل به وصير شوفوا فيه دولمون دي ستارتوب دي سبيناف ما تبدأ شركة واحد يخدم فيها بشتخرج بشتخلق يسبيناف يخرج ويستثمروا اي هذا وانا قناتي خاصة بكونوا ينجم يساهم في رأس المال شركة واخر خط المؤسسة اللي يتم احداثها هي في حاجة اكيدة لاموال لضخ اموال جديدة في المؤسسة ما تعرف السيول عندها قيمة كبيرة ما لازم هك الموظف يكون هو الماجوري تاغ ولا ينجو بيكون عرفته ولا عرفه السابق ماجوري تاغ لا هو بصفة عامة من الجمش خطر صحب المؤسسة ليخلق المؤسسة انا هكا بالتجربة بصفة آلية يكون هو اللي عنده الأغلبية هات المؤسسة بتاعه بكنش تولي بالاسم مخلق مؤسسة وهي يملكها اشخاص اخرون تولي فامالوسيوم بتاع المنتفع بالضبط بي هذا هو انت عديو الفصل ال39 اي نبشيو نواصل تأجيل تطبيق نسبة 19% للأداء على القيمة المضافة وذي يعمل برشة درجة ولكن انا وهون عندكم الخبرة عضو مجلس الجيبية سيبا حمصر حياري ولكن ثم نرجع ونعطيهم فكرة لمحة على شنو يستنى فينا بعد شوية بش نحكي ولا كانكم مزيتوا بش تتابعوا معنا وبش تدخلوا البيرو كومبيتات اختجموا تتكملوا تتابعونا على لايف ولا بعد ترجعوا للريبلاي دونك بش نحكي على تأجيل تطبيق نسبة 19% للأداء على القيمة المضافة اذا يعمل برشة درجة فما موضوع مراجعة معاليم الاقامة بالنزول السياحية بالنسبة للسياح الجانب فما ترشيد الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان تسجيل اقتناءات الاراضي قصد بناء عقارات ثردية معدل السكن هذه مهمية سنهم برشة مواطنين فما دعم مجهودات الدولة المحافظة على الموارد المائية هنا فما قروض فايدة الاخري الترفيع في نسبة اتاوت الدعم دونك هنا كيف كيف يهم برشة المواطنين فما على بعض المنتوجات كما المشروبات الخازية وغير ومحلات صنع المرتبات وإلى آخري بش نحكي على التشجيع على استعمال التقات البديلة والتنمية المستدامة دي ما العبادي سألونا كيف هنجم ننتفع نحب سادي منو ما فاكتور كيف هون بكتر تفاصيل فما العفو الجبائي بعنوان الضيون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالهداية والتصريح المنقوسة وفما أيضا تخفيف العب الجبائي بعنوان المعليم البلدية وفما بونيوز دا من عندك بخلاف دي الكل سمع بالنسبة لبعض الامتيازات الجبائية على العفو على الطرح الجبائي تسمى دي غير موفيسكال دي غير موفيسكال اللي ما تحكيش عليه بالكل متحكيش عليه موجود قالوا المنقوسة في 24 وفيتهم موجود من قبل ولكن فما تمديد صار اي نعم اي نعم اي كلي شخص او شركة استثمرت في سميوها المداخيل او الرباح المعاد واستثمارها معنا تمشي تساهم انتي في رأس مال عند الاكتتاب او عند الترفيع في رأس المال وذي مكنك من طرح المبلغ من قاية الضريب والا فما شكون معنا الافانتاج هذي ي تت بلونج حتى للفين وخمسة وعشر وعلي بش سيد اكريف ما يتنح لكم من قاية الضريب قاية الضريب هذي الكل بعد فاصل رجعين مع سيد محمد صلاح عياري مستشعى جميع وعضو المجد سوطني جميع اشترك للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر أمن فلست بانك المرحب بكم في فلشانج لنهار الخميس 4 جنوبي 2024 البداية بترجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طالبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بصورة أكبر من المتوقعة ما يشير إلى استمرار تماسك أوضاع سوق العمل إلى حد كبير وقالت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت بـ 18 ألف طلب إلى 102 ألف طلب بعد التعديل في ظوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في الثلاثين من ديسمبر إلى تركيا وين أظهرت البيانات أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي التركي تراجع بأكثر من 5 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر إلى 34.95 مليار دولار وأخذت الاحتياطات في الزيادة منذ أوائل جوان الماضي في أعقاب الانتخابات الرئاسية عندما هوت إلى سالب 5.7 مليار دولار مسجلة أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات عام 2002 في سوق النفط ارتفعت الأسعار بنحو 1% لتواصل المكاسب وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الانتاج بحقل في ليبيا وتصاعد التوترات بسبب الحرب بين دولة الاحتلال وحركة حماسة هذا وارتفع خام برانت بـ 72 سنت بما يعادل 0.92% إلى 78 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي بـ 82 سنت أي بـ 1.11% إلى 73 دولار في ساحة تونس تم تدول العملة الموحدة بـ 3 دينارات و 389 مليم بينما تم تدول الدولار الأمريكي بـ 3 دينارات و 92 مليم على التوالي مقابل الدينار التونسي نهاية فلاش شانج متابعة طيبة لبقية برامجنا النهار جمعة الصباح في قهوة ويلد محبوبة عام جديد قبل كلها ضاربها الكوبي عادي الفلوسوفات في الاحتفالات حتى حد لا يحب يصرف وهو لا عنده من يصرف كانك على الشهارة يتنفسوا بالباي وكانك على الخدامة بالنهار ما عندهم ما يخدموا وكانك على أصحاب المشاريع الصغيرة والباتين داد يستنوا في الكليونات فمش ما يخلصوهم القهواجي شيخ عليهم وكل مرة يحط لهم غناية يزيدهم في الموجات الإيجابية كما البخت يا معكسني وأنا ضيعت عمري وضيعت مالي ويا روما ولايام تجري والعمر خسارة وإذا بها تدخل مرأة ومعاها وحد في يدو كاميرا هذه صحفية يعرفوها حق المعرفة يتبعوا في فيديوهاتها في الفيسبوك وتيك توك هي في العادة تمشي تعمل ميكرو تروتوار على مستوى سونتر فيل بالضبط بالضبط في شارع بورقيبة وشارع مارسيليا بالزهر اللي تحاور فيهم لكلهم ما همش لابس وديما تبهذ لهم بحالهم فمشي ما تلم أكثر فيو لنهار عديت مواطن في حالة عادية اللي في حالة سكر واضح اللي ما يعرفش يحسب واحد مع ثنين اللي متعاطي ميدة يعلم ربي شنية واللي هارب من سبيطار فمه اللي راجع من حرقة ولا اللي ما زلك يخرج من الحبس كيف دخلت القهواجي شدو الضحك وعمل آنانس هذه جيتها زادت أكدتلي اللي القهوة هذه كليوناتها ما همش لابس واسئلها أختي أختي صحفية اللامعة جابك ربي في الوقت المناسب وراك في المكان المناسب وبش تلقى فريسة باهية وبقدرة ربي عندك ما تحكي في تقريرك تراه قولنا علشنا وبش تحكي اليوم جو بالتو نعملو في تقرير على مؤشر السعادة عند المواطن التونسي اتفاضل أختي هيك تشوف فيهم كلهم سعادة بديت صحفية في تقريرها وسؤالاتها العميقة من نوع عينيك فيهم حزن عندك حاجة مقلقتك تحس في روحك سعيد كيفاش تشوف العام الجديد وكانت الإجابات كالآتي لول أنا نعيش النهار بنهار وما نخممش برشا مثلا هاني خذيط قهوة وما عنديش بش نخلصها ايه ما بش تسلك وهذاك عليش أنا سعيد الثاني أنا عندي زوص شيكات راجعي واللي زينغ حجزولي الكرهبة وهزوها والسلعة في وسطها رغم هذا أنا نحس اللي سناق بش نفول والكرهبة اللي تفكت بش نعوضها بأربع أخرين تلاباس الثالف أنا عندي كافيتيريا مزل كسكرتها أنا نلقى القهوة ويتقطع السكر أنا نلقى السكر ويتقطع الحليب أنا نجي نخدم الماكينة يقص الماء أمراني متفائل وحاسس إلي العام هذا عامي ونبرمج نحل قاعد شاي في البحيرة ثلاثة وأربعة جي الرابع أنا خطيبتي قالتلي كان ونعرسوش السنة نبطل منك هاو في بالك أنا مش بش نعرس وهي مش بش تبطل كما كل عام هذك عليش أنا مش متقلق بالكل وكل هي إيجابية كملت الصحفية بالخامس أنا عندي دوسي هجرة للكندا من عام 2010 اشترتونس قبلت ومشيت وأنا مزالوا يهزوا فيها ويجيبوا على أوراق أما متأكد إلي سنة بش تخطف وختمة الصحفية تقريرها كالأتي هذي كانت جولتنا في قهوة في حي الأنوار عنوان هذي هالحلقة مواطن لا يخشى التحديات على عكس انتظاراتنا مؤشر السعادة في نسق تصعودي برشة موجات إيجابية وتفعل مواطنين فقراء والابتسامة على وجوههم قدموا لنا درس في الصبر وإن شاء الله عامكم مبلوك وكل عام أنتم بخير مواصلين في بنامشكم حتى حتى لتصمتع الصباح أهم الأحكام المضمنة بقانون مالية سنة 2024 مع السيد محمد صالح عياري جدرك تحية مستشار جيباية مرحبا 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 عضو المجلس الوطني للجيباية مرحبا بلين تحقوا بينا دونك تخي غابيد ما تنجموا تلقا باقتيري تعداد حكينا فيها على دعم تمويل المشاريع للفئات الضعيفة التخفيف من كلفة مادتي القهوة والشاي الامتيازات الجيباية الفعيد التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحة مساند صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب تخفيف الجيباية الموظفة على بعض المواد العلافية دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اعفاء المؤسسات جديدة للاحداث لمدة اربعة سنوات نتعداو الان لتأجيل تطبيق نسبة تسعتاش في المياه للأداء على القيمة المضافة شو ايواء ايواء افما تم خلط من لول فمن الناس مشي في بالهم لإجراء هدايا مضمن بمشروع قانون المالية اللي تم عرضه على انظار مجلس المبشعب هو في الحقيقة هدايا ما عنده حتى علاقة بقانون المالية هذي قانون المالية سنة 2020 كانت الأداء على القيمة المضافة بالتسعتاش في المياه ستتطبق على المساكل المقتنات العقارات صالحة لسكن المقتنات لدى البعثين العقاريين وجاء المشرع وقتها قال باش نأجلوا دخول حيث التطبيق لنسبة تسعتاش في المياه غرد جان في الفين وعرب وعشرين وبالتالي قانون المالية سنة الفين وعرب وعشرين يتزامنوا مع دخول تطبيق نسبة تسعتاش في المياه فيما تأتيها القيمة المضافة أنا كعودة ما يسلوطين الجبائية مثلش أنا الحاجات التي تقال ولي تهمني نقولها ما يقلقنيش اقترحت وقترحي لول قلت نظرا لأهمية قطاع البعث العقاري من ناحية والصعوبات التي يمر بها القطاع البعث العقاري من ناحية أخرى واستعملتها كالمثلة الفيرنسية متاعنا لورسكولوباتيومونفاتوفا واثنين المقدرة الشيرائية متاع الموات المهترأة كتقولوا نزيدك خاتبش تثقل على المستهلك النيائي هو الأداء على القيمة مضافة بتقولوا نثقل عليك تسعة تلاش في المئة بيزيد تغلي أسعار العقارات الصالحة للسكن قلت نمدوه لغورة جان في الفين وستة وعشرين مقترح الأول عملت فرضياتين الفرضية الثانية وهذه الأنجع وهنا قناتي راسخة اللي ممكن نرجعولها خاتب قلنا خاتب التمديد اليوم سار غورة جان في الفين وخمسة وعشرين اليوم دعاق المضافة بقاءة ثلاتتاش في المئة بيعنوان سنة تلفين وارب وعشرين الثانية اللي أنا نعتبره ناجع علاش خاتب في مد معليم التسجيل عند اقتناع عقار لدبعث عقاري معلوم التسجيل هو المعلوم القائرك ثلاثين دينار الصفحة إلى حدود خمسمائة تلف دينار قلت أنا لماذا لا ننسج على منوال معليم التسجيل ونقول اقتناع العقارات التي اليها تجاوز مبلغها خمسمائة تلف دينار تبقى دائما خاضعة لنسبة ثلاثة في المئة أو كنقص ما كالصعوبات بيع البعث العقاري بشيبيع العقارات متاعهم من ايش طبقات هذه الثرية جدا اللي بيشتخلوا عقار أقل من خمسمائة تلف دينار قلت نقول في حدود وعن نتنجل كل مئة وعشرين مئة وخمسين مئتين مهم الى حدود خمسمائة تلف دينار بالتالي سبقى اللي بيشيخوا أكثر من خمسمائة مليون مبروك عليه وتبق عليه تسعتاش في المئة والي بيشيخوا أقل من خمسمائة ألف دينار خليلوا ثلاثة في المئة كما ما تلفهم عليهم التسجيل معلوم قار بثلاثين دينار وبالطريقة هذه شجعنا أكثر التبقات هذه المتوسطة للحصول على العقار خلينا البعث العقاري ياخو يواصل النشاط متاع ويبني ويبيع ما يوليش في حالة ركوت ودون إثقال كهل الأشخاص اللي عندهم إمكانية محدودة واللي عندهم إمكانية تفوق خمسمائة ألف دينار تبق له تسعتاش في المئة هو مش مش يتغلق برشا قطر وصل بش خذاء عقار بمبالغة كبيرة والبعث العقاري يواصل النشاط متاعه في نفس الإطار مع فئتين ناس عندهم مستوى محدود من الدخل وناس اللي عندهم دخل لبس عليه وانا قناتي الفكرة الثانية هذية تنجم الفكرة الثانية تربح القتل البعث العقاري وتربح خزينة الدولة ختيوالي عندها تسعتاش واثمنتاش في نفس الوقت تسعتاش واثلتاش في نفس الوقت مواضح بي هذي تأجيل تطبيق نسبة تسعتاش في المئة دي على القيمة المضافة غلط جان في ألفين وخمسة وعشرين بي هذي تم وتسجلها عندك سياسي ممكن أنت ونرجع ولك نحينا ربي العام الجي تنقولوا حجي ملسيات الشعبية وكيفاش وعليش إلى غير ذلك هذك عليش الفرضية الثانية متاعية نعتبرها فرضية معناها عندها معناها أساس وعندها معناها مصداقية اللي غدوك يتطبقها تناجم معناها ترضي الناس لكم واضح والعام الجيبش عاود يقولوا خلنا أجلوها سيدا هذك عليش هذي السؤال بشبقة متروحة لما كان نقولوا إلى حدود خمسمائة تلف دينار نخليها مثلتاش وما فوق خمسمائة تلف دينار تولي تسعتاش حلينها المشكلة حلينها مع العالم اليوم خمسمائة تلف دينار بالدنيا غليت ونوعية المشاريع العقارية اللي قاعدة صايرة في البلاد معناتها برتمانيت خمسمائة تلف دينار تبقلو تسعتاش في المشكلة اليوم لازمنا تصور جديد للبعث العقاري معناتها في بلادنا مش معناتها اجتماعي ومش نون بلو اللي قاعدة معتها اليوم اسكو اسكو سي لوجيك باش وين ما نبني ونبني وفل او ستاندينج و تري او ستاندينج حتى في معناتها مش نسل كل ممكن تحتاج تري او ستاندينج معناتها وباعت بيع وباو ممكن اذاك في لفورة فلو غجوتي ومبعض بو مناعش لا ذاك الفتح افيق انا ها نمشي معك في الفكرة فتح افيق مثلا المواطنين في الخارج لعطيهم امتيازة ومو عندهم امتياز اليوم او زادا يخذوا بالمعلومة القاروخ تشري بالعملة الصعبة ولكن لي الاجانب كي ما عامل اليوم اسبانيا وكريك يتبشير ويعطيك الجنسية متاع بلاده وجه معناه ثم امكانيات اخر للتشجيع خاصة نحن المغاربة والجزاريين والليبيين اخوانا كانت شجاحا مطلع تولي ويقتنيوا وبالتالي تعمل حركية في مستوى البعث العقاري فاصل قصير ثواني ونرجعوا معاك للجزء الاخير بش نرجعوا بموضوع كي ما قلت فما الملشاة معليمة اللي قام بالنزل فما ترشيد الممنوح بعنوان تسجيل اقتنائة الاراضي قصد بناء عقارات فردية معدل السكن وموضوع اخرى شكرا جكرا جيدا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر